في حتة التانية فانا كل اللي بقوله ان هي مهارة في كرة السلة تلعبت الكرة تعملت تحطت ما بين رجل الراجل هو ده لما بدي كبري اللعيف وانا بلعب هل ده معناه ان انا بستفزه انا راجل حريف وديتك كبري حاول تديني كبري لو تعرف تديني كبري تديني كبري لكن مش تلعب لي ضغط وبعدين معلش بقى هاتلي اللقطة بتاعت بتاعت الضغط دي تاني لانها مهمة في اشياء كتيرة جدا هو النادي الاهلي بعد ما تعملت الحركة دي في لعيب جري ورا لعيب من نادي الزمال الكرة عايز يضربه كمل النادي الاهلي كمل لعبه عادي جدا والدنيا مشت لان النادي الاهلي اكبر من الكلام ده واللعيبة بتلعب الكرة وعايز يكسب حتى لو اتغلبنا في المباراة دي انا معرفش النتيجة ايه مغلوبين خمسة وستين احنا النادي الاهلي مغلوب خمسة وستين تلاتة واربعين فالاولى لي انا بقى لو انا راجل يعني مش عارف ايه هعمل ايه هتنرفز وعمل وامسك في واحد واجيب الجمهور وارمي وارمي كلاس دي المنظر اللي احنا شفناه هل حد في نادي الزمالك طلع علق على الواقع دي معرفش محدش تكلم يعني على قد ما سمعت وعلى قد ما بشوف وانا بتدعي ان انا ببقى موجود غالبا بشوف معظم الفيديوهات اشتركوا في القناة